الله من الصيقان الرجيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكرامي فخف ما آتيتك وكم من الساكرين وكتبنا له في الأرواح من كل سيء موعزة وتسيرا لكل سيء فقزها بقوة وأم قومك يأخذوا بأحسنها سأليكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرسل لا يتتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرسل لا يتتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافرين صدق الله عزيم أعود بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تتبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعود بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسروا الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلون تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فدبحوها وما كانوا يفعلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يسح يزعبكم ويهت بخلق جديد وما ذلك على الله بعضيز وبرزوا لله جميعا فقال الدعفاء للذين استكبروا فقال الدعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجدعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما خدي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم ما أنا بمسرقكم وما أنتم بمسرقي وما أنتم بمسرقي إني كفرت بما أسرقتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على سروة مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا بآياتنا إساب منها يدحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخسناهم بالعجاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساخر دع لنا ربك بما عهد عندك ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كسفنا عنهم العذاب إساهم ينكسون سدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمينوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وقلق الإنسان رعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباتل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وذلما فسر فنسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر مات هون عنه نكفر عنكم شيئاتكم عنه نكفر عنكم شيئاتكم وندقلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليه مسنين فكذبوهما فعزسنا بسالس فقالوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَسَرٌ مِسْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُرْقُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ صَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي قَلَقَ الْمَوْطَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي قَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا مَا تَرَى فِي قَلْقِ الْوَحْمَانِ مِنْ تَفَاوُطِ فَارُجْعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُومٍ سَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَاوَةً لَنْ تَبُورُ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور مشكور الذي أحلنا داع المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب صدق الله العظيم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقُنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النُّجُومِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق وعذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أَلَّذِينَ قَالُوا إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبُلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبُلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالذُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعْظِيمُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّاجِيمِ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّقِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا إِنْ يَتَّقِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا آذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى ذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَبَرُوا حِنَ لَا يَكُفُّونَ عُوْجُوهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ صُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ صُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيمُ بَغْدَدًا فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدًّا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ إِسْتُهُزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِيَسْتَاسِئُونَ صدق الله العظيم يَمِنْ لُولِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلَمْ يَجْتَمَعُوا لَهُمْ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الدُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُمْ ضعف الطالب والمغلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقبيل عزيز الله يَسْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلَهُ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ جَعْلَهُ مَا بَيْنَ أَيْلِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَلَقَ اللَّهِ الْرَجِيمُ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّقَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْدُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْ لَكُلِّ نَبِينَ عَدُواً عَدُواً مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيهًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلِ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْنِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُؤَادًا وَرَدْتَنَّاهُ تَوْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ قُلْ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَثَنَ نَفْسِيرًا صدق الله العظيم فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشْهَرِ أَحْدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَّحْمَنِ صَوْمًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَأَدَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُبْتَهَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ مُرْأَ شَوْءٍ وَمَا كَانَ الْأُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَا كَانَ بِالْمَهْجِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالْزَّكَاتِ مَا كُنْتُ حَيَّا وَبَرًّا بِوَادِجَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَابُ ظُلْمًا فَلَا يَخَابُ ظُلْمًا وَلَا هَرْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرْوَفْنَا وَصَرْوَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ زِكْرًا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُكُ وَقُرْوَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَيْدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمَّ جِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ بِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَلُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَلُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوهُ لَكَ وَلِزَوْجِكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْطِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْطَى إِنَّا كَأَلَّا تَجُوَى فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَرْهَى سَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ